والآن مع الأستاذ فتحي عبد السلام في حلقة جديدة من برنامج تاريخ الإسلام أيها الكرام المشاهدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عن تاريخ الإسلام نتحدث وسوف نتم اليوم حديثنا ونتكلم عن توقف فتوحات الإسلام عند نهايات عهد الدولة الأموية فقد استؤنفت بعض الفتوحات بعد ذلك لكن الفتوحات العظمى والكبرى توقفت نتيجة أسباب معينة ولم تتوقف من تلقاء ذاتها ولذلك يجب علينا أن نفهم وأن نقرأ التاريخ وأن نعرف الأخطاء هناك أبطال مسلمون في تاريخ الفتوحات الإسلامية يمكننا أن نقول إنه قد تم إحباطهم أو تم معاملتهم معاملة سيئة بحيث تم حرمان الإسلام والإنسانية من تلك الثروة التي يهبها الله للبشر لكي ينتفعوا لها من هذه الثروات موسى بن نصير ومن هذه الثروات أيضا قتيبة بن مسلم ومنها أبناء المهلب ابن أبي صفرة ومنهم أبناء أحفاد الحسن والحسين فروات للأمة تمت معاملتها بكل سوء ابن الأشعث أيضا منهم الله عز وجل لما أنعم علينا بالخلافة فائدة الخلافة أنها لا تضيع هذه الثروات تعاملهم معاملة حسنة وتحافظ عليهم وعلى أولادهم وعلى أحفادهم والكل يتفهمون وهناك السموة طاعة وهناك البركة الربانية والنعمة الربانية والإلهام والتأليف تأليف القلوب من الله عز وجل بحيث يظل الناس يعيشون بطريقة معقولة وبطريقة طبيعية لكننا لما أطعنا الغرائز والغوغائية وعمل الفتوات مع الخلفاء جاء حكام الذي وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام الحكم الذي وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه الملك العدود الملك العدود تنتابه الوساوس الشيطانية فتنتابه الغيرة ولأن هناك أسرة من أبناء معينين وهؤلاء لهم الملك هناك أسرة من أبناء تنين هم لهم العلم ولهم نقول الخلافة الروحية أهل البيت كانوا لهم خلافة الروحية ولهم سلطان روحي على المسلمين كان هناك من المجاهدين عند الثغور ومن المدافعين عن حدود الدولة من يجمع بين التقوى ويجمع بين أن يكون رجل حرب ورجل الحرب بطبيعة رجل حكم بل ورجل دعوة بل ورجل تقوى هو رجل حرب لأنه لا بد أن يدفع وأن يذب عن الحدود ورجل تقوى لأنه حتى ينصره الله وهو رجل حكم حتى يستطيع أن يتعامل مع تلك الشعوب ومع جنوده ومع المدن التي يجتازها ومع الخلفية التي تمد فيبدو أن خلفاء بن أمية كانوا يغارون من هذه الأسر التي تبدأ بوادرها في النموم ويخافون أنه يأتي يوم من الأيام ينقلب هؤلاء عليهم أو يكونون ممالك أو يكونوا خلفاء أو يكونوا فيبدأ أي بقى تبدأ القسقصة لما نقرأ في التاريخ هنجد أشياء تدعو للحسرة الحقيقة من عملية إحباط الملكات والمواهب والقدرات التي وهبها الله لبعض أبناء الأمة لمصلحة الأمة وتم حرمان الأمة من بركات هذه الملكات وطبعا دفع الجميع الثمن المهلب ابن أبي صفرة كان مخلصا للدولة وتفانى في محاربة الخوارج وكان أميرا على خراسان سنة 78 هجرية بناء على توسيط الخليفة اللي هو عبد الملك وبعدين بدأ سنة 78 مرة أخرى دي عودة ليه بدأ يرسل جحافل الجنود وعبر نهر بلخ أو نهر سيحون وظل يغزو في سمرقند وبخارة واتخارستان وبست وإذا غنم غنيمة قسم أربع تخماس على الجيش والخمس للحجاج ابن يوسف الثقافي أنجب المهلب مجموعة من الأبناء النجباء وربهم تربية عسكرية وتربية صالحة وكان منهم يزيد ابن المهلب واجهوا لقتال بلاد اسمها بلاد الختل وكان ملك هذه البلاد اسمه الشبل والذي رغبه في غزو هذه البلد هو ابن عم الملك بس اللي حصل أن الملك الشبل قتل ابن عمه اللي هو طلب من من المهلب أنه هو يخدع هذه البلد يزيد ذهب وغزى هذه البلد واضطر الملك إلى أن يدفع الجزية حبيب ابن المهلب ابن أبي صفرة أرسله أبوه إلى منطقة أخرى في منطقة بخارة ومعه أربعون ألف من الجنود وعاد منتصرا المهلب كان من خلاصة الناس المحترمين ورجال الدولة العظماء توفق الله سنة 82 هجرية في خرسان وكانت سمعته بين المسلمين عالية يقال إن الأحنف كان سيد الناس بحلمه ولكن المهلب كان حليما محبا للعشيرة وكان ذكيا داهية في معاركة بالإضافة إلى الجلال والمهابة وقوة الخطابة والفقه والعلم والشجاعة بالإضافة إلى صفات السخاء والكرم يقول يعني كقصة من قصص التي تدل على حلمه أنه مر يوما بالبصرة فسمع رجلا يقول هذا أعور قد ساد الناس ولو خرج إلى السوق لا يساوي أكثر من مئة جرهم يعني وحبي ترق عليه بيقول أن الراجل ده المهلب ده هو لا يساوي أكثر من مئة درهم لو بعناه في السوق فالمهلب يعمل كيف يرد على هذا الرجل فقد أرسل إلى هذا الرجل مئة درهم هدية فسأله فقال لماذا أرسلت لي مئة درهم قال لو زدت في ثمني لزدتك في العطاء يعني لو قلت أنني أساوي عشر ألاف درهم في السوق لا أرسلت إليك عشر ألاف درهم هذه طريقة في التصرف وفي تقبر الأمور وفي النظر إلى الكلام من زوايا معينة هو رحمه الله كان قد فوق أتعينه فعلا في سمر قند من كلامه الذي يعني يؤثر عنه أنه قال الحياة خير من الموت والثناء خير من الحياة بيقول في بعض الكلمات اللي هو مأثور عنه برضو بيقول أدنى أخلاق الشريف كتمان السر وأعلى أخلاق الشريف أن ينسى ما أسر إليه هذا الرجل عندما جاءته الوفاة دعى ابنه حبيبا ومن حضره من ولده ودعى بسهام وحزمها وقال أفترونكم كاسريها مجتمعة قالوا لا قال أفترونكم كاسريها متفرقة قالوا نعم قال فهكذا الجماعة فأوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم فإن صلة الرحم تنسئ في الأجل وتثر المال وتكثر العدد وأنهاكم عن القطيعة فإن القطيعة تعقب النار وتورث الذلة والقلة فتحبوا وتواصلوا وأجمعوا أمركم ولا تختلفوا وتباروا وتباروا تجتمع وتباروا تجتمع أموركم تباروا يعني فليبر أحدكم الآخر وتباروا وتباروا تجتمع أموركم هذا من ضمن الكلام هذا الرجل توفاه الله وترك أبنائه وأبنائه قاموا بالقتال في منطقة الشرق الإسلامية ولكن بني أمي اختلفوا مع أبناء المهلب وشنوا عليهم حربا إبادية حرب جماعية إبادية أنا لا أتصور أن حرب الإبادة هذه كانت لوجه الله ولا يمكن أن تكون لوجه الله وإنما هي نوع من أنواع قطع دابر إنسان يخاف من أبنائه أن يكون لهم شأن وهذا شأن يضارع ويقارن الناس بينهم وبين بني أمي في يوم الأيام أو يكون لهم ملك في هذه المنطقة فالحل إيه مش نتفاهم نعوض مع بعض نعمل عقود نعمل وعود نتكلم نتفاهم مع بعض إذا كنت تخاف مني من شيء فكلمني وصارحني وتفاوض معي وتعاقد لكن لا ترسل لكي تبيدني أنا وأبنائي نفس الشيء حصل مع ابن الأشعر قاتل في هذه المنطقة وأساء الحجاج معاملته وسفه عمله وحقر تصرفاته بطريقة جعلت ابن الأشعر يتشاور مع بعض أصحابه فوفقوه على الخروج على هذا الرجل وطلب خلعه بس تطور الأمر بطريقة أدت إلى أن طلبوا خلع أيضا الخليفة وأدى إلى معارك طويلة عريضة وقتل عشرات الآلاف وقتل ابن الأشعر في النهاية وخر هذا البطل المغوار في قتال أعداء الشرق خر بيننا وبين أهلي المسلمين سريعا نتيجة لسوء المعاملة وسوء التصرف وأمراض النفوس الداخلية ونأتي الآن إلى مأساة الرجل العظيم الذي كان يقاتل في المنطقة المتاخمة للصين وهو قتيبة ابن مسلم ونهايته المأساوية سنة 96 هجرية هذا الرجل يعتبر فاتح سمرقند و يعني مكر الاستقرار الإسلامي فيها وبخارة وأفغانستان الحالية وقشغر وحدود الصين هذا الرجل قصصه التاريخية تدل على ملكات ومواهب عجيبة في العدل في الحكم الشجاعة في الحرب بناء المساجد في كل مكان الأمر بترجمة القرآن إلى لغات تلك البلاد البعيدة في شرق العالم يترجم أجزاء من القرآن إلى لغات هذه البلاد حتى يفهموا القرآن من يسلم يتألف قلوبهم بالصداقات كانوا يعتقدون في الأصنام اعتقادات غريبة عجيبة ويجبنون من المساس بها على أساس أن هذه الأصنام فيها قوى غريبة روحانية غيبية ربما شيطانية فكان يتولى بنفسه هدمها أمامهم لكي يؤكد لهم أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع هذا الرجل الحقيقة يعني عندما نقرأ في الكتاب الكلام اللي كاتبه الدكتور حسين مؤنس عن الفتوحات التي قام هذا الرجل بفتحها نقول لي دكتور حسين مؤنس في كتاب الأطلس التاريخي للإسلام يقول فتوح قتيبة بن مسلم في سنة 86 هجرية ولى الحجاق قتيبة بن مسلم الباهلي قبيلة باهلة كان القبيلة الناس استهتر بيها لا يعتبرونها من القبائل العظمة ولكن هذا الرجل كان فخرا لهذه القبيلة وأشبت ما يصنع الإسلام ولي الحجاق ولي الحجاق قتيبة بن مسلم الباهلي خرسان وبلاد الشرق فظل وليا عليها حتى سنة تقريبا 96 أو 99 هجرية وهو صاحب الفضل الأكبر في فتوح ما وراء النار صار قتيبة على نفس الخطة التي صار عليها آل المهلب وهي خطة الضربات السريعة المتلاحقة على الأعداء فلا يترك لهم وقتا للتجمع ووضع الخطة لمواجهة العرب وقد امتاز على المهالبة بأنه كان يضع لكل حملة خطة ثابتة ويحدد لها وجه معينة ويجتهد في الوصول إلى مقصده غير عابئ بالمصاعب معتمدا على بسالته النادرة وروح القيادة التي امتاز بها وإيمانه العميق بالإسلام بدأ الأول بحملة على تخر سن السفلة فاستعادها وثبت أقدام المسلمين فيها سنة 86 هجرية ثم حملته الكبيرة على بخارة فيما بين سنة 87 لتسعين هجرية حيث أتم فتح إقليم بخارة نهائيا سنة 90 المرحلة الثالثة من 91 ل93 ثبت قواعد الإسلام في وادي نهر جيحون كله وأتم فتح سيجستان سنة 92 هجرية وفي العام التالي 93 هجرية فتح إقليم خوارزم ووصلت فتحه إلى سمر قند وضمها إلى دولة الإسلام نهائيا في المرحلة الرابعة امتدت من 94 إلى 96 أو 99 هجرية وقد أتم فيها قتيبة فتح حوض نهر سيحون ووصل في نهايتها إلى فرغانة ثم دخل أرض الصين سنة 96 هجرية وأوغل في مقاطعة سينكيان أو تركستان الإسلامية ووصل إلى قشغر اسمها دلوقتي كاشي قشغر وجعلها قاعدة إسلامية وكان هذا آخر ما وصلت إليه جيوش الإسلام في آسيا شرقا نحن لما نتأمل نجد أن هذا الرجل كان صاحب مواهب فريدة والمفروض أن نحن نشجعه لكن للأسف الشديد عندما جاء سليمان بن عبد الملك وكان الشيطان يلعب به يمينا ويسارا وتذكر أن هذا الرجل كان قد وافق الوليد الوليد بن عبد الملك على أن يخلع سليمان من الخلافة ويولي ابن عبد العزيز بن الوليد مكانه فتذكر موافقة قتيبة للوليد على ذلك هذه الموافقة في حقيقة أنا أراها موافقات سورية ولا يجوز لسليمان بن عبد الملك أن يحقد على الذين أشاروا أو وافقوا أباه لأن أحيانا بيخافوا أنه من لم يوافق يعني أصابه شر عظيم هو بيقال أن قتيبة خلع الطاعة ولا أدري من الذي روى هذه الروايات الحقيقة أن مأساة قتل قتيبة على يد بعض جنوده واختلاف بعض جيشه عليه فيما قيل إنه خلع الخليفة وقام رئيس تميم وكيع بن حسان وألب عليه الناس وشد عليه وقتله في فرسان من تميم سنة ستة وتسعين هجرية كان سنه تمانية واربعين سنة أنا أرى أن هذه الروايات تحتاج إلى تحقيق عميق أن قائداً أن قائداً بلغ هذا المبلغ في نصر الله ورسوله وفي الدعوة إلى الإسلام وفي فكر الترجمات القرآن إلى لغات البلاد والتمكين للإسلام في هذه المناطق وسنه تمانية واربعين سنة ماذا إذن لو عزز ونصر وكوفئ وسوند حتى عاش ثمانياً وسبعين سنة نفس الشيء زي موسى بن نصير لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاته من السماوة والأرض لو أن الناس عاملوا المحترمين الطيبين الصالحين بأسلوب راقي يتفاهم معه مثلاً الجماعة اللي أتلوه دولك ممكن يجردون من سلاحه وهو نائم ممكن يوثقوه ويرسل به ويحاكم ويعاتب وما سهل جداً على مثل هؤلاء الناس وعقلياتهم الراقية أنه يعتذر وأن يعود مكرماً وأن هذه الطريقة الإسلامية وليست هذه الطرق التي هي تدل على غاية في نفس يعقوب طب الرواية بتقول إيه إن هو خلع ونزع الطاعة فقام عليه الرئيس تميم وشد عليه في عشرة فرسان وقتلوا يعني إذن بعض جيشه صنعوا من أنفسهم قضاة وحكاماً من أنفسه المفروض أنه يحاكم لأنت ليه خلعت لأني أخاف وكذا وكذا يقال أنه خاف أن سليمان سوف يغضب عليه وسوف يعاقبه وسوف وسوف يعني إذن هو الراجل خايف طيب ما إحنا ممكن نتعامل مع هذا الخوف بالتطمين ولكن عقلية الجند الذين قتلوه وعقلية سليمان الذي يقال أنه كان يعزي كل عمار الحجاد وكان ينتقم منهم هذه كانت أمراض نفسية وكانت الأمة تحكم بهذه الأمراض النفسية التي سببت في النهاية دمار الدورة الأموية ودمار بني أمية بل ودمار العرب وخروجهم من التاريخ في نهاية عصر الدورة الأموية كانوا قد خرجوا من التاريخ يقال أنه لما خلع سليمان فأخذ يخطب في جنوده ويذكر لهم همته وفتحه وعدله فيهم ويرغبهم في أن يكونوا معه فيقولون أنه لم يجيبه أحد إلى مقالته لم يجيبه أحد ولم يكلمه أحد يقولون أنه شرع في تأنيبهم قبيلة قبيلة وذمهم قبيلة قبيلة وطائفة طائفة فنفروا عنهم وتفرقوا وقرروا قتله يعني أقل عقل أقل عقل يقول أن هذه حالة نفسية أنه أصيب لما سمع بما يصنع سليمان مع القادة السابقين الذين كانوا مع الحجاج وخاف ثم وخف هذا الموقف واضح من أنه أخذ ذم كل قبيلة كما يقولون على حسب الرواية أنها تدل على حالة نفسية وعلى وضع نفسي يحتاج رحمة ويحتاج حلما ويحتاج أن يتذكر الناس سوابقه فيصبر عليه ويتفاهم معه لماذا لا يتفاهم المسلمون معا إن كارثة المسلمين في تاريخهم أنهم كانوا لا يجلسون معا ولا يتفاهمون لو جلس بن أمية مع آل البيت وتفاهموا معهم لحدثت خيرات عظيمة ولكان هؤلاء مسشارين لهؤلاء وعليهم أن يضغطوا على أنفسهم إنك عندما تتفاهم مع أخيك المسلم فسوف تضطر إلى أن تنهى نفسك عن بعض ما تأمرك به الأمارة لأنه لابد في التفاوض وفي التفاهم من تنازلات ولو أن لو أن تفاهم مع بني أمية ولو أن العرب تفاهم مع delivered وعلADE ولو أن بني العباس تفاهم مع Afthem ولو أن الفرت تفاهم مع بني العباس ولو أن الرشيد تفاهم مع elă وكل إنسان يفضي بمخاوف إلى الآخر وكل إنسان يظهر من نفسه حلا ونتفاوض ونصل إلى حلول وسط معا لكانت الأمور تحل بغير القتل قتل مع قتيبة أحد عشر رجلا من إخوتي وأبناء إخوتي ولم يبقى منهم سوى رجل اسمه ضرار بن مسلم وعمر بن مسلم بيقولوا بعد كده في التاريخ أن البلاد التي هداها الله على يده ظلت مسلمة ولم يضع الله سعيه ولم يخيب تعبه ولا جهاده وظلت هذه البلاد ذخرا للإسلام والمسلمين أنني أتوقف عند هذا الحد لكي ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله عن خسارة قائد آخر من أعظم قادة الإسلام ونتج عن خسارته توقف الفتوحات الإسلامية المرة بيقات في منطقة الهند في الجنوب بعد أن توقفت الفتوحات في الشمال عند حدود الصين توقفت بسبب النهاية المأساوية لهذا الرجل محمد بن القاسم الثقفي القائد العظيم الصالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته